عز الدين قدسي هي خمس بالفعل خمسين في الميزان ما يبدل القول لدي والمعنى أن كل صلاة بعهر صلوات هذا الأمر الأول الأمر الثاني بالنسبة لسنن الصلاة هذه شرعها النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك الصحيح هي ليست بواجبة وجوب صلوات الفرض لكن كيف يتركها الإنسان وهي في مصلحة صلاته صلاة الفريضة وأيضا هي فيها من الفضائل الشيء العظيم كيف الآن يفرط الإنسان بمثل هذه الفضائل لذلك أخي الفاضل نقول نعم هي ليست بواجبة ولا يسأل عنها العبد يوم القيامة يعني الله عز وجل ما يسأل لماذا ما صليت الصلاة الفلانية لكن علامة أهل السنة والجماعة حرصهم على السنة وبعدين أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ما هو الصلاة فإذا كانت تامة كتبها الله تام وإذا كانت ناقصة يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع فتأتي السنة والتطوعات هذه لتجبر الكسر الحاصل في الصلاة وتسد الخلل وترقع النقص الحاصل في الصلاة فلذلك صلاة السنة هذه تخدم صلاة الفريضة من منا يؤدي الصلاة كاملة من منا لا تجد فتأتي النافلة لتسد الخلل الموجود في الفريضة وهي أيضا علامة على محبة النبي عليه الصلاة والسلام فالذي يحرص على صلاة النافلة هذا محب للنبي عليه الصلاة والسلام وحريص عليها زد على ذلك الفضائل من صلى ثنتي عشرة ركعب بنى الله له بيتا في الجن كيف يفرط الإنسان بمثل هذا كيف يفرط الإنسان بمثل هذا الأمر آخر سبحان الله هذه النافلة خادمة للفريضة وخذ أبدا قاعدة في هذا كل من أخلى بالنافلة عاد الخلل على الفريضة إما في ذات الصلاة إما في وقتها إما في سننها سنن داخل الصلاة إما في واجباته أبدا أي إنسان يقول أنا ما أصلي إلا الفريضة فقط سبحان الله لابد أن يكون خلل إما في الوقت إما في إقامتها حق الإقامة إما في مثلا خلل يدخل على الواجبات لكن لاحظ في المقابل كل من يحرص على صلاة النافلة سبحان الله تجد صلاة الفريضة عنده قوية سبحان الله العظيم كل من يحرص على النوافل خاصة السنن القبلية والبعدية تجد الصلاة صلاة الفريضة طيبة نابضة بالحياة ويحرص الإنسان أن يأتي بجميع السنن ومستحبات في الصلاة لماذا؟ لأنه أحب الصلاة أحب الصلاة عموما فحرص فحرص على النافلة فعاد الحرص والخير على الفريض عموما علمهم بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يكتب الأجر للجميع اشتركوا في القناة